كروانسو آه عفوا كاركاسو المدينة الفرنسية المعروفة بالتحصينات الضخمة التي أقيمت في العصور القديمة والوسطى لحمايتها من الأعداء أوه لا لا وما في أفضل طريقة لتقدير جمال هذه المدينة التاريخية غير عن طريق صناعة لعبة بورد جيم باسمها كاركاسو مرحبا في لعبة كاركاسو ستقوم بتعمير مدينة كاركاسو التاريخية عن طريق وضع بلاطات لتوسعة رقعة هذه المدينة التاريخية هذه اللعبة تناسب 2 إلى 5 لاعبين وتستغرق حوالي نصف ساعة خلونا نتعلمها مع بعض في هذه النسخة المعربة بالكامل من إنتاج شركة سوبرهيتد نورنز خليكم معنا في البداية وأثناء الإعداد للعبة نقوم من التخلص من بطاقات الأنهار واللوردات الأنهار ممكن تمييزهم عن طريق صور الماء وأيضا عن طريق خلفيتهم الغانقة بالنسبة لللوردات فممكن تمييزهم عن طريق التصميم هذا بحيث ممكن نتخلص منهم بسهولة قبل أن تبدأ اللعبة لأنها تستخدم كإضافة والآن ومن البلاطات المتبقية سنأخذ هذه القطع الغامقة من الخلف ونضعها في منتصف الطاولة بعدها يقوم كل لاعب باختيار لونه المفضل ويأخذ جميع الميبلز من ذلك اللون في حوزته ثم يضع كل لاعب واحد من الميبلز الخاص به في منطقة الصفر على هذه اللوحة على البلاطات ستلاحظ مجموعة من المسطحات المختلفة الطرق والمدينة والحقول الخضراء نقوم بخلط هذه البلاطات جيدا قبل أن نبدأ اللعبة في دورك تسحب بلاطة وتربطها بالبلاطة الأساسية بشرط أن تتناسق القطعتين في التقسيم يعني طريق مع طريق أو حقل مع حقل أو مدينة مع مدينة إن توفر ذلك ولكن لا يسمح لك أن تضعها بهذا الشكل بحيث يتم اقتطاع جزء من الطريق أو بهذا الشكل فيجب أن تكون منتصقة عموديا أو أفقيا فلنقول أنك قررت أن تضع البلاطة بهذا الشكل عندها يسمح لك أن تضع واحد من الميبلز على البلاطة الجديدة التي لعبتها الآن ولكن هذا ليس إجباريا فأنت مخير يمكن أن تنهي دورك أو تضع واحد من الميبلز على الطريق أو الحقل عندما تضع بلاطة جديدة تختار أين تضع الميبل فمثلا إذا وضعته على الشارع يصبح اسمه سارقا أما إذا وضعته على المدينة فيعتبر فارسا أما إذا وضعته على إقطاع مثل هذه الصورة هنا يصبح إقطاعيا أما إذا وضعته على الحقل فنضع دائما بهذا الشكل ويعتبر بذلك فلاحا يذكر أنه لا يسمح لك بأن تضع ميبل آخر على طريق أو مدينة أو حقل يحتوي على ميبل آخر من قبل فمثلا إذا أردت أن تضع الميبل على هذا الطريق فإن هذا غير مسموح فإذا أردت أن تلعب ميبل هنا ممكنك أن تلعبه على المدينة أو على الحقل ونفس القانون ينطبق للحقل والمدينة إذا كان هناك فارس آخر في المدينة فلا يمكنك أن تضع ميبل في نفس المدينة سنلاحظ أن بعض البلاطات تحتوي على رسومات مثل المنازل والحيوانات وهذه مجرد رسومات جمالية ولكن هناك بلاطات بتأثيرات مختلفة كالقرية فهي عبارة عن مفترق طرق يعني إذا وضعتها هنا على سبيل المثال فإنها تغلق هذا الطريق وتفتح طريقين جديدين بمجرد أن تنهي دورك أي بعد أن تضع البلاطة والميبل تقوم مباشرة باحتساب النقاط في حال اكتمل الطريق أو المدينة في هذا المثال الطريق اكتمل بحيث أنه يبدأ من المدينة ويستمر حتى أن ينتهي إلى القرية بمجرد اكتمال الطريق أو المدينة يسترجع جميع اللاعبين الميبلز الموجودة في تلك البلاطة على سبيل المثال هنا أما في حال لم يكتمل الطريق فتستمر اللعبة ونفس الشيء بالنسبة للمدينة إلا إذا تم تسويرها بالكامل مثل في هذا المثال فأنا المدينة اكتملت ويسترجع اللاعبين على تلك المدينة الميبلز الخاص بهم طيب يا حسن كيف نحتسب النقاط؟ طيب على سبيل المثال خلنا نقول أن اللاعب الأحمر وضع هذه البلاطة ووضع الميبل هنا وبالتالي يكتمل هذا الشارع أو الطريق بالتالي أول شيء يفعله أنه يأخذ الميبل الخاص به ومن ثم يقوم باحتساب النقطة واحدة لكل بلاطة فيها ذلك الشارع أو الطريق يعني 1 2 3 4 5 6 و 7 بالنسبة للمدينة خلنا نشوف هذا المثال إذا وضعت هذه البلاطة بالتالي تم تسوير المدينة بالكامل عندها نأخذ القطع المتبقية من الميبل ونقوم باحتساب نقطتين لكل مدينة يعني نقطتين لكل بلاطة فيها مدينة 2 4 6 زائد نقطتين لكل درع مرسوم على البلاطة في هذه الحالة عندنا درع واحد فبالتالي زائد 2 المجموع ثمانية نقاط في حال كان هناك أكثر من ميبل يتشاركان نفس المنطقة فبالتالي يأخذ كلاهما النقاط يعني يأخذ اللاعب الأحمر ثمانية نقاط لهذه المدينة المسورة ونفس الشيء بالنسبة لللاعب الأصفر طيب يا حسن أنت قلت ما يصير تحط ميبل في مكان موجود عليه ميبل آخر فكيف صر هذا؟ هناك طرق ذكية للتسلل في مناطق خصمك ركزوا معي يا جماعة في هذا المثال مثلا سنلاحظ أن هذا الطريق إلى الآن غير متصل بهذا الطريق فبالتالي يمكن لك أن تضع ميبل هنا حتى تتسلل إلى هذا الطريق لاحقا في اللعبة وتربطهم بهذه الطريقة وتذكر أن زيادة عدد الميبل في أي منطقة لا تعمل أي فرق في احتساب النقاط فلنقول فقط على سبيل المثال لأنه إذا كان هناك ميبل أصفر على نفس الطريق الآن يتشاركه ثلاثة من الميبل في هذه الحالة نقوم باحتساب عدد الميبل من اللون المسيطر يعني في هذه الحالة اللاعب الأحمر فقط سيكسب النقاط العشرة ولكن إذا خلصوا الميبل من يدك تستمر في لعب دورك وتضع البلاطات دون أن تضيف أي ميبل بطبيعة الحال إلا في حال طبعا قمت باسترجاعهم بعد إكمال طريق أو مدينة مثل ما حدث في هذا المثال أما في حال كان عندك ميبل في الأقطاعة وفجأة تم محاصرتها بثمانية بلاطات فأنك عندها تكون أكملت الإقطاعة واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتكسب تسعة نقاط وتأخذ الميبل الخاص بك بالنسبة لشخصية الفلاح والتي نلعبها في وضعية المستلقي فأن قصته مختلفة جدا حيث سيبقى في ملعب على مدار اللعبة ولن تحتسب نقاطه إلا في نهاية اللعبة ووضع الميبل يخضع لنفس قانون المدينة والطرق حيث يجب أن يكون الحقل شاغرا فأن هذا الحقل سيكون منفصلا عن هذا الحقل لأنه يحدد بالطرق حوله تنتهي اللعبة مع نهاية آخر بلاطة وآخر دور في اللعبة نقول أنه انتهت اللعبة بهذا الشكل طبعا لم تستخدم جميع البلاطات لأن هذا مجرد مثال نقوم الآن باحتساب النقاط بطريقة مختلفة إلى حد ما كل بلاطة تعود لطريق غير مكتمل تساوي نقطة واحدة كما في أثناء اللعبة يعني على سبيل المثال هذا الميبل واقف على طريق غير مكتمل مكون من بلاطتين إذن سيكسب نقطتين كل بلاطة تعود لمدينة غير مكتملة تساوي نقطة واحدة ونقطة إضافية لكل درع يظهر عليها أما بالنسبة للإقطاعات غير المكتملة في هذا المثال هنا الأحمر يقف على إقطاعها غير مكتملة بحكم أنه تنقصه بلاطة هنا فإنه سيتم تسجيل النقاط بالطريقة الطبيعية تسجيل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نقاط بالبلاطات المحيطة بها زائد بلاطة الإقطاع نفسها وبالتالي سيكسب ثماني نقاط أما بالنسبة للحقول الفلاحة الذي دائما ما نضعه في وضعية المستلقي لا نحتسب نقاطه إلا في نهاية اللعبة وعندما نفعل ذلك فإنه يكسب ثلاث نقاط لكل مدينة مكتملة مرتبطة بالحقل الذي يقع فيه يعني على سبيل المثال في هذا الحقل الذي تحده هذه الشوارع هناك مدينة مكتملة واحدة فقط وبالتالي سيكسب هذا الفلاح ثلاث نقاط لتلك المدينة في حال كان الفلاح هنا مثلا فسيرتبط حقله بهذه المدينة وبالتالي يكسب ثلاث نقاط من هذه المدينة المكتملة فقط وهذه كانت لعبة كاركسو من الألعاب الممتازة جدا للجديدين على الهواية تعلمهم فكرة التائل بلايسمت وإضا تعطيهم وقت ممتع جدا ترجمة نانسي قنقر